طيب ده المنتخب الأول المنتخب الأولمبي وقضية الساعة نادي الأهلي طلع بيان عبر من خلاله على حرصه الدائم على دعم المنتخب الأولمبي والمنتخبات الوطنية وأوضح موقفه من الأزمة المثارة اللي تقريبا في الكواليس كادت تهدد بطولة الدوري في اللحظات اللي فاتت نادي الأهلي أرسل خطابا للاتحاد المصري وكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين جاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين حمزة علاو كريم الديبيس وأحمد نبيل كوك بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدا الجمعة وفقا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى أن هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ سبعة وعشرين ستة أربعة وعشرين اللاعبين بيقوله انت اللي حددت التاريخ ده فانا ببعثهم لك في التاريخ اللي انت حددته وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واطلع التحاد الكرة بمسؤولياته تجاه المساس بالموعد المقررة في هذا الشأن طيب كانت القائمة بقى اللي أعلانها المنتخب الأولمبي واللي سافر أو اتبعتت بالفعل إلى اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس في حراسة المرمى حمزة علاء وعالي الجابري ومحمد سيحة وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طاري وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد وفي خط الوسط الاثنين اللي خدهم من فوق السن محمد النني وأحمد سيد زيزو خد كمان أحمد نبيل كوكا ومحمد شحات توزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف ومصطفى سعد ميسي وخد في الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل يحقله أنه هو ياخد تلات محترفي أو تلاتة من فوق السن هو أخد اتنين النني وزيزو وطبعا أثيرت المشكلة طوال الساعات تتكر أنه أخد اتنين دول ربما ياخد واحد تالتي إذا إدر ولا خلص هو قفل كده ده احنا كمان دفعنا غرامة لأن احنا أجلنا أو اتأخرنا في الإرسال كان مفروض ساعة 12 بالليل فبعتنا القائمة الصبح ففي غرامة مالية على التأخير في الإرسال القائمة يعني الاثناشر ساعة اللي دفعنا فيهم غرامة دول العمل هو ايه دول الاثناشر ساعة اللي كان فيهم الشد والجذب كله بيحاول يحل المشكلة كانت فيه رغبة واضحة عند مكالي المدير الفني أنه ياخد إمام عشور وياخد محمد عبد منع وفضل مصمم وبعد ذلك كده لما قال بدل عبد منع ممكن ياخد ياسر إبراهيم النادي الآلي تمسك بالموقف المبدأ البسيط جدا لعيبة النادي الآلي في المنتخب الأولمبي 3 على فكرة ده أعلى عدد يتم اختياره يعني محدش متاخد منه أكتر من 3 لقوا عندك 4 تانيين معارين من النادي الآلي وفي معارين لأندية أخرى تم ضمهم لكن انت لقوام النادي الآلي انت خدت 3 النادي الآلي قالك ده سنه أولمبي تم التنبيع على اللعيبة بالتوجه لبعسكر المنتخب في المعادل اللي تحدد اللي هو الجمعة هنا 3-4 نقط منعا لهذه المزايدة لأنه فيه كلام كتير قوي لناس كل هدفها الضغط على الأهلي وهدفهم الأساسي إزاي تسحب أسلحة من النادي الآلي لمصلحة بيرامدز في التوقيت ده من المنافسة ما كانش أبدا يحق لمستر ميكالي أنه ياخد مصطفى فتحي من بيرامدز فوق السن يعني ده هو أصلا مش قادر يوصل لاتفاق فيما يخص إبراهيم عادل ومحمود صابر اللي هما الاتنين في السن الأولمبي وبرامدز رافض ومتمسك أنه هما يلعبوا كمان المطشين بتوعهم الاتحاد السكندري والأهلي وفيه اتفاع على أنه هما يخرجوا من المعسكر يلعبوا المطشين ويرجعوا للمعسكر لا استناني بقى آه لا آه لا 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 ده كلام خطير جد ده أنت كده بتورسي مبدأ بقى وهتفتع نفسك فتوحة يعني فيتوريا كابتن حزم إمام طلع لعبت الزمالك تعبوا مطش من مطشات الدور آه الاتين وثلاثين أظن هاي هالدوار التمهدية فيه الكونفدرالية اي من المعسكر وطلع فيتوريا الراجل قال لك إزاي ده حصل وانا ما يعني ما شوفتش كده قبل كده آه لما هيجي المتخب الإلومبي طب كان حجة اللي عمل اللي خد هذا القرار إن الزمالك بيلعب في أفراته لكن أنت هنا المتخب الإلومبي أنت بتيجي في المسابقة المحلية ها وتتدخل مين يختار مين ما يختارش مين يخرج مين ما يقعد حتى لو قلتلي ما هو أنت تقدر تاخد لعيب قدامه ألا لعبتك الثلاثة حب لا الموضوع مش كده أنت كده بترسي أن من حق الأندية أنها تاخد لعبتها في المعسكرات طب ده النادي الأهلي طلب أثناء لعبة الماتشين اللي ودين يوزلاندا وكرواتيا أن الماتش التاني ياخد لعبته عشان عنده لقاء مهم جدا جدا وحاسم على البطولة ولعبة الثلاثة بس هي اللي احتفظ بيها ولعبة الماتشات كاملة ولم يخرجوا أنت عارب بتعمل يا أستاذ إبراهيم أنت بتدي رخصة لكل الأندية وفي مقدمتهم الثلاثة على فكرة الثلاثة ممكن يطلع من الليلة دي كذبان كتير قوي أنه وقت ما يحب يلعب أثناء المعسكر يقول له أنا خمس لعبة حتى خلاص أنت حطيت المبدأ يا راجل ده تلعبتيني في بطولة العالم للأندية بنص فرقة